السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غسالة فوق اوتوماتيك الي جي طبعا الغسالة مش بتعصر علشان ما بتطردش المياه لازم المياه تطرد الاول علشان تبدأ تعصر احنا فكنا الخرطوم ده علشان نتأكد ان قبل المضاخ نضيف طبعا في حاجة مهمة جدا مش كل الناس تعرفة في بعض غسالات فوق اوتوماتيك ان بيكون فيها فلتر زي الغسالة قادئ الفلتر هوت لازم نفكه هنلاقي عملات معدنية دبابيس بتاع طرحة او ورق ورق مناديل ورق وكمان ممكن تكون مع عملات ورقية اي حاجة بننساها في الملابس بتيجي هنا قبل وصول المضخة بننظف المضخة او بننظف الفلتر كويس جدا بنبص عليه لو في اي حاجة نجوه نشيلها علشان هو ده اللي بيمنع التصريف لو الغسالة ما بتصرفش مية طبعا ما بتبدأش عصر وده سبب مهم جدا واعطاء الغسالة وكمان لازم نتأكد من الخرطوم بتاع التصريف لان زي ما احنا شايفين هو منطلع منها حاجات وقع منها طبعا الفلتر ده بيكون قبل المضخة وخرطوم التصريف بيكون بعد المضخة نتأكد انه هو غير ملتوي غير مسدود برضو بنفكه نتأكد منه ادي الفلتر هوت نتأكد من نظافته بيكون له عادلة ليه جزء بيركب لازم يكون مقفول كويس علشان ما ينزلش مية اثناء العصر او الشطف وده كمان الصرف ضعيف بيأخر وقت الغسيل جدا لان وقت الشطف طبعا او الغسيل بينزل مية ويرجع مية تاني فبياخد وقت كبير جدا علشان كده بعض الغسالات منلاقي الشاشة الوقت بتاعها بيتأخر جدا لازم ننظفه ده لازم يحصل كل شهرين نفك الفلتر ده بيكون جمب خرطوم التصريف خلف الغسالة نفكه ننظفه علشان يرجع معنا كويس والغسالة تاخد وقت اسرع وتبقى افضل في الغسيل نشوف بعد مربطناه كويس نبدأ في خرطوم التصريف نفسه طبعا احنا عملنا الخرطوم من قبل الفلتر وعملنا الفلتر كمان هنعمل خرطوم بعد المضخط التصريف اللي هو جنبه كده راكب كويس نبدأ نفك خرطوم التصريف بالطريقة دي نشيل كلبس بتاعه ونبدأ برضو نتأكد ان في اي حاجه ممكن ننفخ فيه خرطوم التصريف ده ننظفه وننفخ فيه كويس نتأكد ان ما فيوش اي حاجه منعه نتأكد انه مش ملتوي نتأكد ان هو واصل او الصرف نفسه مش مزدود ونرجع نركبه ونركب الكليبسة معه تمام وكده يبقى احنا حلينا مشكلة كبيرة جدا بتسبب عدم العصر بتسبب تأخير البرنامج ما تنساش الشرك في القناة ودعمنا بلايك وولينا رايك او تفتارك في التعليم